السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج مجاني هتلاقي الرابط أسفل الفيديو بيعلم الأطفال وبيعلم الناس اللي عايز تبدأ في البرمجة فكرة البرمجة فكرة البرمجة مثلا البرمجة بتاعبار عن المستخدم ده الزرار فتخسر حاجة فالمستخدم ده الزرار بلايه هنا افنت مثلا جيت شتارت يعني جيت بداية ممكن اقول له ايه ان في حد الدنيا مدخلاتي ادبع لكلمة hello hello or lead يعني اول ما تستثرت فكرة البرمجة ممكن تقول له ايه repeat تقرر الحاجة دي عشرين مره ابدأ حطها بوا الحاجة دي دي هتتقرر الoperation عايز تجمع عايز تترح عايز تكتب نص مثلا معين variable تده تحط المتغيرات list dictionary تقدر تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تخطها دي طبعا مكتبة تقدر تختار منها اللي انت عايز طيب خلينا نقول له مثلا general هتلاقي هو وكتب لي كلمة اللغة دي عشرين مره زي ما احنا تعطنا منها وحوالها لك لو انت هتكتبها بلغة bison هتقول له for اللي هي كلمة البيت for count in range 20 range 20 او ممكن تكتب من 0 إلى 20 print alone بدلا ما تقدر تكتب انت الشفرة زي ما انت عايز وده كده بيقول لك لو انت كتبت كذا هيحصل لك كذا مثلا لو انت حطيت مثلا variable معين باريابل عملت باريابل مثلا اسمه rr اقول لك خلي الر بتسوي كذا فتبدأ تحط مثلا دي فتلاقي الر بتسوي 0 طب لو بدل 0 دي خليتها 5 الر بتسوي 5 تقدر تجي هنا تتغير الحاجة اللي انت عايزة فبيخليك تبقى فاهم الكود بكتب ازاي زي ما انت تقدر تعمل به حاجات معقدة ده بس مثل سريع بس انت تقدر تحط variable تحط نصوص string يعني يقول لك اكتب الكلمة كابتل أوسمول ويحاولها لك الحاجة اللي انت عايزة hello dot lower بعد كده كسير كده انت اي كلمة تكتب هنا هتحول لي lower بدل ممكن print خليتها بشكل lower هيتبع اللي برنت اللي هو الاول تمام ممكن طول مسلا يجمع اللي حاجة معينة ويجبكة النتيجة او بحسب حاجة معينة هوا يلي طول ما في حاجة معينة بتحصل تقرر حاجاتي تمام ماذا في المزال طول ما الرقم ده اكبر من دوت ابدأ اشغل عدم بتاعك تمام ماذا هيتب هو هاي الفلسوبوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة